بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ظلامات كثيرة أولا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين طبعا الظلامات كثيرة في عاشوراء القوم لم يكتفوا بقتل الحسين سلام الله عليه بل فصلوا رأسه الشريف عن جسده الطاهر وطيف برأس الحسين وهو القائل الإمام الحسين إن من هوان الدنيا على الله أن يطاف برأس يحيى بن زكريا في البلدان ويهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وكأني برأسي يهدى إلى البلدان أو في البلدان ويهدى إلى بغي من بغايا بني أميه فعلا طيفة برأس الحسين سلام الله عليه من كربلاء ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم أرجعوه إلى كربلاء طبعا وبعد الهجوم وبعد استشهاد الحسين وأهل بيته حرقت الخيام خيام آل محمد يعني خيام زينب مخدرة أمير المؤمنين وعقيلة الطالبيين هذا اللي يقول عنها يحيى المازني جاورت أمير المؤمنين عليه السلام خمس سنين لم أرى لزينب طولة ولم أسمع لها صوتة وإذا بها بين يديه خوالة بن يزيد الأصبحي وعمر بن سعد وعبيد الله وذهبوا إلى الشام يسألها الحادي يقولها يا ابنة علي أتعلمين إلى أين نذهب طبعا هم على النياق الهزل التي لا تقيهم من حر ولا من برد تقول لها ما أدري بأي حال يقولها نذهب إلى الكوفة ذكرت أيام ولاية مولانا أمير المؤمنين حكومة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة زيان أتأذت أيضا وهي في هذا الحال تقول لها أسولف لك يا ها الحادي يوم ألتشنت بالكوفة أبوي على الخلق سلطان بأيامه المعروفة واذكر من يجينا العيد تحب الوادى مش فورة تقول لها لن بي الزمان يدور لني مهبطة للراس وطب البلدة الكوفة وتتفرج علي الناس أكبر ظلامة هاي بعد ظلامات كثيرة يعني بعض الأطفال هربوا من النار كأولاد مسلم محمد وإبراهيم طبعا أحمد ذهب إلى جهة ثانية لكن الكلام يم محمد وإبراهيم ذهبا فقبض عليهم ظالم فعندما قبض عليهم سمع عبيد الله بن زياد يقول من جاء بطفلي مسلم بن عقيل فله جائز عشرة آلاف درهم هذا الرجل جاء وسلمهم إلى عبيد الله أو دعهم في السجن سنة إلى أن جاء رجل يتفقد السجناء وإذا وجدهما وجوههم نورانية كلامهم بالقرآن قال لهما أنتوا شون ظلامتكم ظلامة ما هي ظلامة قالوا ليس لنا ظلامة وإنما هربنا من النيران نيران القوم هربنا من النيران فقال لهم سوف أخرجكم على مسؤولتي أنتم أكيد أن أهلكم ما في المدينة وأنا راح أخرجكم على مسؤوليتي لكن أكمنوا في النهار واشيروا في الليل وراح أطيكم خاتم إذا وصلتوا إلى المدينة سلوا على فلان يدليكم لهلكم وصلكم إلى أهلكم فهؤلاء هذا الرجل أخرجهم على مسؤوليتي فساروا في الليل وكمنا في النهار سارا في الليل وكمنا في النهار إلى أن أعياهم التعب ناموا في بستان جاءت امرأة الحارث الهمداني وجدتهما صغار ست سنين وخمس سنين فأخذتهما إلى البيت تعرف الامرأة بعد شوية قربها عد حنان وعطف زعاطفة زايد فلبستهم ملابس جيدة بهالأثناء جاء الحارث الهمداني فقالت يا حارث أرى عليك آثار السفر وآثار التعب قال سكتي لقد فاتتنا غنيمة ما هي الغنيمة يا حارث قال هرب هرب ولده مسلمة عقيل من السجن وأنا أبحث عنهم فقالت يا هذا عليك بجائزة اترك جائزة عبيد الله قال له وقد أعطاني وقد قال عبيد الله من عثر عليهما فله جائزة أشرة ألاك درهم فقالت له عليك بجائزة محمد يوم القيامة عليك بجائزة علي بن أبي طالب قال له إلى أن لطمها على وجهه فسقطت إلى الأرض فهل أثناء أخذ يبحث يسمع فتحرك في حجر من الحجر فاجعلهم من أنتما فقال ومن أنت قال أنا رب البيت قال الحمد لله كنا بأمان إمرأة والآن بأمان رجل قال ومن أنتما قال نحن ولدا مسلم بن عقيل قال أنتم في بيتي وأنا أبحث عنكم في مكان بعيد أخذهما أخذهما قال الآن أقتلكما فقال له بعنا في السوق لعل الثمن يكون أكبر أرحمنا لقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وليس لكما قرابة برسول الله يا بأ أنت عربي وإحنا عرب أرحمنا لصغر أصداننا قال لا حتى أقتلكما فنادى عبده قال خذ هذين الطفلين وائتني برأسيهما فجاء العبد كلنا عبيد الله فنظر إليه محمد وإبراهيم نظر إليه قال يا شيخ ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن أين تعرفها بلال أنتم بينكم وبين فترة طويلة قال كيف لا نرى جدنا رسول الله جدنا علي بن أبي طالب جدتنا الزهراء أبونا مسلم فوقع على أقدامهم قبلهم واعتذر منهم وهرب عبر الفرات وإذا بالحارث قال عصيتني قال أعصيك ولا أعصي ربي فندب ابنه الحارث قال أبونا خذ هذاني الطفلين واذبحهم واتني برأسيهما هذا ابن الحارث هم شوي أنكسر قلبه عبر الفرات وراء العبد وترك فقال عصيتني الحارث يقول لابنه قال نعم أعصيك ولا أعصي ربي فجاء الحارث قال أقتلكما بنفسي زيان فقال له دعنا نصلي قال قال لهما صل يا إن نفعتكم الصلاة هذا الكلام حتى بالصلاة ما يعترف المهم صل يا فقال أيهما أيكما يريد أقتله قبل الآخر فجاء الكبير قال يا شيخ اقتلني قبل أخي لا يتحمل حرارة السيف وجاء الصغير قال يا شيخ اقتلني قبل أخي لا أتحمل أن أرى أخي مقتول فجاء إلى الكبير ضرب عنقه ورمى الجثة إلى الماء أما الصغير قال يا شيخ لا تقتلني حتى أخذ برأسي ويدي بدم أخي فخذ برأسه وإذا ضرب عنقه ورمى الجثة إلى الماء تقول الرواية تعانقتها في الماء جثتين ثم نزلتها إلى الماء أخذهم مين؟ أخذهم إلى عبيد الله فقال له عبيد الله يا حارث لمن هذين الرأسين؟ قال ولده مسلم بن عقيل قال له ما نكسر قلبك عليهم أنت ذول الأطفال الحارث أو عبيد الله بالزياد نظر إلى رجل وقد وضع رأسه بين ركبته يبكي يعني من أتباع علي عليه السلام فقال خذ الحارث ومثل به تمثيلا هذا أخذ الحارث شد على فرس رجل على فرس ورجل الثاني على فرس ثاني وأضربهما فكل فرس ذهب إلى جهة وأخذت تضرب الحجر والمدر حتى هلك أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا مع ولاية محمد وآلي محمد إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شكرا